لكن خلونا في البداية ننعي رحيل الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عبد الرحمن فاهمي واحد من الرعيل الأول للناقد الرياضي وفاته المنية اليوم عن عمر نهزة 94 عاما بعد عطاء حافل الحياة أسرى الحركة النقدية الرياضية كتب الكبير من موليد 1 يناير عام 29 قيد بنقابة الصحفيين في 9 يوليو عام 51 كان رقم عضويته 253 حصل الراحل عبد الرحمن فاهمي على لسانس الحقوم من جامعة القاهرة اللي هي فؤاد الأول عام 50 ودرس الصحافة في الجامعة الأمريكية ونالى درجة الماجستير عام 1953 ودبلوم الإخراج الصحفي عام 54 بدأ مشواره الصحفي في جريدة المصري إلا أساسها الكاتب الراحل محمود أبو الفتح أول نقيب للصحفيين وعمل بالمصور والمساء والجمهورية بالمناسبة محمود أبو الفتح يبقى خاله هو أول من حرر صفحة رياضية كاملة في جريدة المساء عند إصدارها عام 56 وتحولت بعد ذلك إلى صفحتين وكرر ذلك في جريدة الجمهورية كان أول رئيس تحرير لمجلة الأهلي في مارس 74 وأشرف على إصدار عدد من الصحف الرياضية منها دليل الرياضة عام 56 ومجلة اتحاد الكرة عام 80 والكرة العربية قبل مشروع الصحفي الأخير كان الكرة العربية رحمة الله والفقيد الكبير رحمة واسعة أعزيب صفة شخصية أي لما أنت قلت ده كان أول رئيس تحرير أي لمجلة الأهلي وخناب رئيس التحرير المرحوم فريق يوسف وقلت أنا مدير التحرير أي فيعني عملت معه ويعني بتربطني بذكريات كثيرة الله رحمل اتنين كان لهم يعني بصمة في صدور مجلة الأهلي واصل مرار رحم الله الفقيد الكبير واحد من الرعيل الأول للنقد الرياضي اللي يعتبر أساتذة المهنة ومدرسة في حد ذاتها في النقد الرياضي رحمة الله عليهم جميعا